موسيقى كانت هناك أسطورة من الأساطير الرفية المصرية القديمة حيث يزعم الفلاحون أن امرأة جميلة وغريبة تدعى النداها تظهر في الليالي المظلمة حول الحقول وعلى ضفاف الترع لتنادي باسم شخص بعينه فيقوم هذا الشخص مصحوراً مجدوهاً ويتبع النداء إلى مصير مكهول هذا ما حدث مع الطفل أسسام السروي حيث وجد منذ نعومة أظافره هاتفاً خفي يدفع نحو الخوض في بحر الفن والإداء فلب النداء وأخذ قاربه الصغير وشرع يجدف محطماً كل القيود والظروف متطلعاً إلى مصير لم يكن قد كتب بعد ولكنه كان مؤمناً بأن العالم صورةً لما نريد له أن يكون كلما ابتلأ القلب بالبساطة استطاع أن يحب بحرية وبلا خوف وكلما أحب بلا خوف استطاع أن يرى ألوان الحياة في كل جامد وزاكن ولد أسام السروي في عام 1961 لمحافظة الشرقية التي تقع في شمال شرق جمهورية مصر العربية حيث تحتل المحافظة أهمية تاريخية كبيرة فقد كانت تعتبر البوابة الشرقية في مصر ومهضة العديد من الأنبياء والصحابة في قرية العلوية البسيطة في الصغيرة في زمن لم تكن التكنولوجيا قد عرفت طريقاً إليها بعد نشأ الطفل الصغير أسام السروي الذي لم يعلم أنه على موعد مع النجاح وأنه سيصبح أحد رموز هذا الوطن بالفن والإبداع كأي طفل بينشأ في قرية في ريف شط الترعى بيشغل مساحة كبيرة من حياة الطفل حياة الخضرة والبراح وجو الغطان والتوتا وضلة التوتا ساعة الظهرية والوقت الفراغ الكبير الوقت الفراغ الكبير في الزمن اللي ما فيهوش وسائل زي ما هي متاحة نهاردة لشغل وقت الفراغ فبالتالي زي ما ورسنا كده عن اللي سبقونا في العمر أن نقضي وقت فراغنا إزاي أن إحنا نصنع لعبتنا بأيدينا أنا كنت أصنع لعبتي بأيدينا أشكل من الطين اللعب جنب بيتنا وفاكر لما وقعوا الطيارة الإسرائيلية في المنطقة وطلعوا الفلاحين بالفقوس عاوزين يقتلوا للطيار لكن طبعاً الناس دا فتعانوا عشان يبقى راهينا الولاد اللي ماتوا كان نزولها دي كنا زمانة طفولة نلعب مع بعض كان هما يعادوا البحرش نروح مدرسة وأنا عندي مدرسة لي بابا طبعاً لما أحس أن احنا بنكبره وبنتخش مدارسه وبعد كده عنده أمل لي علمنا في الإعداد والسنوي وطبعاً القرية ما فيهاش غير مدرسة ابتدائية فقرر أنه ينتقل إلى الزاقسك في المدرسة بقى بتاعت الابتدائي كان فيه مدرس أفتكرو كويس جداً أستاذ عبد الرحمن دا كان مدرس علوم الراجل دا حبيبني في الرسم برغم أنه مدرس علوم ودرس العلوم دا كان يرسم الجهاز الهضمي على الصبورة لينا عشان يشرح لنا والمريء وبعد المعدة وبعد البنكرياس وبعد النازل الأمعاء الغليزة والدقيقة يعني فاكر لغاية الآن حبيت العلوم حبيت الدراسة حبيت العلم وطبعاً حبيت الرسم من رسم الجميل كان كل ما يخش أول ما يخش يروح مزكي التمشيرة كان نازل يدينا حصة رسم مش حصة علوم فدي كان من البدايات اللي فعلاً وجهت نظري ناحية جمال الخط فده خلاني حبيت ده حبيت حتيت الرسم حيثت نمسك تمشيرة كنت أقلد حوالاً لما كان يجي متأخر قول قسامة يرسم لنا أنا جهاز الهضمي هو شغال يشرح وانا عمال أرسم جمال الخط الناعم ده اتعلمت من الأستاذ عبد الرحمن الدكتور صلاح السريو وأستاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان حالياً أفتكر غزالة كان عاملها كان هو في الإعدادي وأنا لسه في التدائي كان عامل غزالة من السلصال الغزالة دي فضلت نموذك بالنسبة لي زي ممكن أجسد حاجة في المدارس بقى في الإعدادي حصر التربية الفنية كان لها كانت عنصر مهمة جداً برضو في إن أنا أحب الرسم واهتمام مدارس التربية الفنية بإلي أنا بعمله الأمر اللي خلاني في الإعدادية جبت عشرين من عشرين في الرسم واتكرمت في عيد العلم ومحافظ الشرقية وسلم على المحققين نهايات المواد وكده طبعاً ده إداني دفعة تانية للسنوي مدرسين تربية الفنية في السنوي استقبلوني قالوا ده أول مرة نشوف حد قفل الرسم كل مرسم حاجة يقطعوا للصفحة بتاعته ويعلقوا بقى تقط الرسم كأنها معرض أو متحف دائم اللي أعمال الطلبة طبعاً وأعمال اللي كان بتشغل عدد كبير منها كان كل الناس اللي تعلق على الرسم يقولها ده أخش كلية فنون جميلة بقى يعني أنا حتى ما كنتش عارف يعنيه كلية فنون جميلة ولا أسمعت عنها لكن من خلال كلام الناس وتعليقات فقلت الله في حاجة اسمها كلية فنون جميلة في القاهرة دول بيعلموا فيها الرسم بقى والحاجات يعني السم كويس بقى وكده فطبعاً تولد هذا الحلم أثناء السكة يعني في الطريق برضو شجعني على ده صلاح جداً لأنه كان بيحب الرسم جداً صلاح وكان بيجيب لي الورق وكان بيجيب لي اللازم أقول مجلات سمير ومجلات ميكي من الحاجات اللي حبيبتني في الرسم جداً كنت صديق للشخصيات اللي بقى قرأ عنها في الحقيقة يعني علامات النجوء وبوادر الموهبة بدأت مبكراً عند أسامة من حيث أنه كان بيرسم بشكل يعني فارق جداً وواضح جداً بالنسبة لباقي زميله وجودي أنا بتواضع شديد في حياته وربما يكون يعني أثر بشكل أو بآخر لأن أنا أيضاً كنت غاوي رسمي جداً عقدت العزم زي ما بيقوله على إن أنا فنون جميلة سكتي فنون جميلة لازم أخش فنون جميلة وتتضر لي إحساس أو تربى الجوايا كده إن أنا مش هنفع غير فنون جميلة وكنت جايب مجموع عالي في سنوية العامة وكن قدامي كل كليات جامعة زي أزيق ولكن أنا اخترت بصون جميلة طبعاً الحج بقى يعني الله يرحمه وقف معي قدامي في الموضوع ده يعني مش وقف معي وقف قدامي أنا ماشي كده وقف لي كده أجي كده يجيني كده فقال لي ده مستحيل ده مش هيحصل قلت له لا أنا كبرت أختار مستبع اللي أنا أكبر منك وأعرف عنك وبتاع كلام الحوار يا ده صراع الأجيال بس اللي خلاني أنا صممت على رأيي إن حسيت إن هو شايفة من وجهة نظر آآ ذاتية جداً حتى قال لي لو طلعت لو لو روحت فنون جميلة لا أنت ابني ولا أنا أعرفك ولا هصرف عليك والبيت ده هتفاركش قلت له طهي أنت رب البيت افعل ما بالبيت ما تريد وأنا سلام عليكم نزلت بقى القاهرة بقى القاهرة بأمواجها المتلاطمة يعني بحر هائج الأمواج ومتلاطم الأمواج شفت الدنيا يعملها إزاي يعني أنا من القرية الصغيرة لزائزي الأوسع الدائرة الأوسع سنة أو قول من الترعة لبحر مويس للنيل يعني النيل كنتش بتخيل النيل واسع أو كده يعني ها هي القاهرة تلوح للقادم ليها لأول مرة تبهار غير متناهم من الأضواء ليلاً وفي الصباح ألوان من الحضارة تحت كل حجر ضعفرت فيه لا يوجد شيء في ذاكرة عن القرية يشبهها بكل مدن القطار عرفت أنني مقبل على باب الدنيا فإن محطتي القادمة هي عاصمة أم الدنيا القاهرة أحد أقدم مدن العالم ها هو الشاب أسامة السروي يرتحل إلى القاهرة في أواخر سبعينيات هذا القرى ويلتحق بكلية الفنون الكميلة فأخذ الشاب الطموح ينهل من هذا الصرح الفني وينبش في نهم قريحة كل أستاذ وفنان احتك به كما أن العاصمة في هذه الفترة كانت قد خرجت من حرب أكتوبر المجيدة منتصرة فانتلأ جوها العام بحالة من الزخم والحراك الثقافي السياسي والكميلة مما كان له أفرا بالغا على روح وفكر الفنان الشاب أسامة السروي كيف تحدى أسامة السروي كل الظروف لألحق بكلية الفنون الكميلة؟ وما تأثير دراسة الفن عليه؟ ما هو الدورة المحورية الذي لعب أساتذته ومعلمه في تشكيل وأثقال تلك الموهبة الشابة؟ كيف تركت القاهرة الساحرة معقل الثقافة والفن بصمة دائمة على وجدان الشاب أسامة السروي؟ مرحلة القاهرة دي بقى بداية التشكل الحقيقي بقى لشخصيتي بقى زميلة في القسم اللي بيدرسوا معايا المنافسة تشتغل تشجيع الأساتذة التعرف على أسماء فنانين مشاهدة أعمال فنانين كبار كنت أسمع عنهم وما شوفهم في الكتب يعني قاريت في كتاب التربية الفنية عن جمال السجيني وأحمد عثمان ومحمود سعيد ومحمد ناجي فلما روحت متحمل فن الحديث إن أشوف شغل محمود سعيد بعيني ده يخليك فعلا سعيد كل دي دفعات اللي قدام المدارك بتتسع الخبرة البصرية بتزيد الرغبة في المعرفة أكتر بتزيد الفرص لتحقيق هذه الرغبة أكتر أساتذة وموجهين متخصصين كبار موجود فده بقى بداية التشكل الشخصية بشكل حقيقي وأفتكر من ضمن الفنانين اللي أثروا فيها من غير ما شوفهم يعني التلميذ غير مباشر لهم محمد قطب جمال قطب عرفة حسني ده واحد كانت رسومهم جميلة جدا كنت بحب أقليد وحب أرسمها وحب الشخصيات دي لأنها مرسومة حلوة في الفنان الجميلة طبعا وكان فيه عدد دواير كان فيه مجموعة من الأصدقاء ورستهم عن صلاح وهم أسماء كبيرة جدا دلوقتي حمدين صباحي عبدالله السناوي جمال فهمي محمد حماد مجدي بدر أمين اسكندر ممضوح كامل مجموعة كبيرة جدا الحقيقة دول كانوا أصدقاء صلاح دول شكلوا لي جانب فكري الحقيقة إن أصدقائه كان أصدقائي وأصدقائي كانوا أصدقائه أصدقائه يعني هو كان بيجي عندي كلية الدر العلوم وأنا بروح عنده كلية الفنون الجميلة محيط أصدقائه وعهدي شاكر محمود جمعة أحمد اسماعيل يعني هذه المجموعة كلها محمد عزت إلى آخره هم أصبحوا أصدقائي بالفعل ونبيله السنباطية يعني كان مرحلة سراء فكري كانوا بينظموا دورات للتسقيف تشوف الشيخ إمام عمري ما يعني سمعت عنه عمري ما تخيلت أنا ممكن أشوفه وقعد معه أسمعه في أعداد خاصة كمان أخبالك أحمد فؤاد نجم كل دي دواير الحقيقة يعني كان بتصبه في النهاية في أعمالية السقل السقل الشخصي لا على المستوى الفكري ولا على المستوى الفني ولا على المستوى الثقافي ولا على المستوى الإبداعي كان دفعتي استلمها الدكتور فاروق إبراهيم دكتور فاروق إبراهيم مستاذ النحت الميداني العظيم تمثال عبدالله عمرياض تمثال حافظ إبراهيم في حديقة الحرية تمثال عمر مكرم رأس عباس محمود العقاد فاروق إبراهيم أعماله طبعا يعني تحدث عنه من الناس اللي أثرت فيه خالص والناس اللي علمتني أشوف أو على إيديه شفنا إزاي التمثال الصغير الماكت أو السكيز كنا بنسميه إزاي بقى كبير ده قدام عينينا كان بيعملوا كنا بنساعده ده فاروق إبراهيم فاروق إبراهيم تيكنيك ودماغ شغل أحمد عبدالعزيز تفكير فكر جمال عبدالحليم فلسفة فن العلاوي فكر سياسي اجتماعي في الفن أنا دايما رأيي أن الفنان ليس مجرد صانع ما وإنما هو مفتر وهذا ما ينطبق على الدكتور بسامة سيرو لذلك اللي خلاه فعلا كف أن هو يعمل عمل كبير زي الموسوعة السوفيتية الكبرى ويعمل موسوعة عن الفن المصري في أجزاء متعددة ده شيء يعني مهول ما يعنيوش مجرد كاتب لكن هو مش بس كاتب ومفكر لكن فنان فعلا نقدر من عليه فنان قدير قادر على صيابة الشخصيات في تمثيل مجدنية كبيرة يعني أنا أفتكر الدكتور علاوي كان دايما يقول الحجم قيمة يعني أنت مثلا ما يكون كبير كل مكان بيشغل حيز أكبر في الفراغ كل مكان تأثيره أعلى في المشاهد طب إنت إزاي تعمل التكوين اللي لما يكبر يبقى حلو مش كل تكوين يكبر يبقى حلو مش كل ما كنت صغير ممكن يتكبر الفنون جميلة بقى وأستاذتي يعني الحقيقة اللي تعلمنا منه كتير يعني دكتور أحمد عبد العزيز وأفكاره ومناقشاته وأنه يفكر بصوت عالي مع الطلبة بتوعه على الأساس أنه كأنه هو يعني بيفجر جوه نفسه الأفكار وبيستفيد بوجود الطالب جنبه في سبيل أنه يطلع على الجواف فده بالتالي كأنه بيطور شغله وفي نفس الوقت بيقدي رسالته كأستاذ بيعلم الطالب بشكل مباشر لأن الفن ما ينفعش يعني نظرياً كده هو بيشتغل قدامك وبيطلع أفكاره قدامك وانت بشكل طبيعي بتمتص ذلك يعني لما بيفش علينا القتليه أنا وزملائي وإحنا بمشتغل وكانت يعني أسالبنا متميزة جداً ومختلفة عن بعضها هو قدر يتحصل على خبرات معينة من كل أستاذ وأنا يعني يمكن بقول ده وأنا معتز جداً ومختاخر إنه كثيراً ما كان بيقف معايا وينقشني من الأستاذة اللي كانوا حلوين قوي الدكتور رحمد جاد الدكتور رحمد جاد كان صديقنا لأنه كان مدرس بساعد وإحنا شواء بصغير فقد نطلع رحلة مع بعض في اسكندرية وطول السكة كلام فن شوية غنى في القطر وعلى الكرنيش على البحر في اسكندرية أنا فاكر نقعد حواليه نلاقيه يقعد يكلم في الفن طب يا دكتور نحن في رحلة يعني حتى الطلبة كان يعلقوا يعني نحن في رحلة لكن الحقيقة يعني كان المتعة الحقيقية إنك تقعد تسمع الناس دي بلدك بقى هو وفع دادي كان بيه فرصافة خاصة يجادلني كتير عشانا نأنكش عايز أنكش عادرة فاكرة عادرة فاكرة كنت بحب أنكش أنكش حضرتك يعني عشان نستفيل أكتر لا أنا كنت بحيس إنك أنت مشقق كويس يعني تقدر تجاري أي دوار كنت أنا اللي بأنكش في جدا أنا كنت بحاول استفيل بس يعني كنت ببحث في المرحلة دي يعني معرفة لأن أي حد يعرف أي حاجة لازم أخدها منه آيبا فطبعا يعني نتشكر حضرتك طبعا أنت أخذتونا وعلمتونا الحقيقة يعني أنا ممنون وممتن لهم وهما أستاذ كبار حفر أسموهم في التاريخ في تاريخ الفن عملهم موجودة في متاحف موجودة في ميادين وموجودة في زاكرتنا الحقيقة دايما يعني حمد عزة طبعا صديقي وكان زميلي في الكليا دخلت بيته وعشت مع أسرته حصلت طبعا قصة الحب العظيمة في حياتي تعرفت على عليا نشأت قصة حب جميلة جدا استمرت اسمرت نكحت اخترتها تكون شريكة عمر شريكة حياة شريكة طريق كفاح طويل استمر ومازال فدي يعني حاجة من 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 الأقدار أهدتني إياها يعني حاجة عظيمة جدا من الأقدار كنت محظوظ من الأقدار أهدتني هذه الفرصة أني أعمل حياتي الخاصة بشكل بشكل ناجح ماما كانت تحبه قوي وبابا كان يمسق في جدا وبيعتبروه يعني نموذج مثالي للشاب المكافح وحتى بغض النظر عن كل ظروف المادية اللي كان ممكن تعوق أي ارتباط هم قبلوا يعني جوازة بشكل ما فهوش كلام ما فش نقاش يعني ننكر عشان النصيب ربنا مقدر لنا أني احنا نبقى مع بعض خدمت في البحرية وأنا على المراكب كنت أقرأ الروايات والأدب الروسي اللي بعد كده شفت العمالقة بتوعه ومتاحفهم وأتأثر بهذه الروايات وأكتب جوابات من المركب في القلب البحر للمحبوبة فعملنا حتى أدب المراسلات يعني مارست أدب المراسلات من خلال ده لقيت نفسي متوزع ميكانيكي لانش في البحر في قلب البحر أنا والبحر تلاتين يوم في المياه ست أيام على البر كأجازة تلاتين يوم في المياه تلاتين يوم تأمل متواصل شروق الغروب فصول السنة المختلفة المطر لو بينزل قس قزح البحر وعرضه المسافات المتناحية الأفق اللي باستمرار قدامي القراءة بقى نشغل وقتنا بإيه؟ يعني زميلة علانش كانوا بيصطادوا كل واحد ماسك سنارة أو حداف وبيصطاد بيؤد وقته بالصيد أنا عد وقت بالقراءة أجازتي كان عبارة عن أن أنا أشيل كتب قاريتها أرجعها للمكتبة مكتبة صلاحة سيروي أرجع بكتب جديدة روايات جديدة أفتكر من الروايات اللي أنا قاريتها بشكل كامل وأثرت فيها أربع أجزاء الدون الهادئ شلوخف مخايل شلوخف شغل جوركي شغل أنتون تشيخف اللي ترجمت أوباكر يوسف الأدب الروسي أدب الحرب عموما القصص قصيرة حاجات لطولستوي حاجات دي قاريتها في الجيش مرحلة الجيش لقيت قدامي سكة سفر أنا سكة سفر لروسيا تحويلة جديدة في مصار حياتي روسيا بقى العالم الأوسع بقى شوف يعني الأرميتاج متحف الأرميتاج متاحف العظيمة بتاعة روسيا تمثيل الكبيرة الميدانية الضخمة حدائق الواسعة وتمثيلها ونوافرها الفنية مباني المعمارية وأشكالها اللي هي يعني كل الأساليب المعمارية المختلفة المتعامة بالتمثيل وكده لقيت نفسي في أرمينيا نزلنا من الطيارة توبيس مستنينة فندق الطلبة تلات أيام كل يوم واحد بدنا بتسحد مش عارفين رايح فين بنقل لغاتوا بقنا اتنين أنا وآيمن منير صديقي لقيت نفسينا بنتحط في قطر بنتزق زي شنطة السفر مع الشنطة ليريفان فين يريفان دي معرفش عمر سمعت عنها كمدينة بعدها قدي ايه مسافة من موسكو معرفش لقيت نفسي تلات أيام قطر بيفوت في غابات وفي أنفاء ويعدي أنهار وبحيرات لغات منزلنا أرمينيا لقيت حد بيخبط لنا على الإزاز انت وانت دعا لولي يريفان أن السفر دورة روحية أشبه بتمرين جسدي روحي ثقافي تتزود فيه مداركك النفسية وآفاقك الروحية من معين مكان جديد لكل مفرداته الطبيعية والثقافية والثنية لكن مع ذلك يظل الحنين بداخلك حنين الروحي والجسد إلى مذرته وطينته وتكوينه ثابتا لا يتغير أول تمثال أشوفه هناك وأفتكره كواس جدا داود ساسونسكي أعمال فنان عظيم جدا عرفته بعد كده اسمه يريفاند كوتشر من أعظم فناني أرمينيا بطل قومي ماسك السيف بتاعه وبيلتفت الوراء وراكب على حصان بيشب شفته من بهار أرمينيا مرحلة أرمينيا بالنسبة لي يريفان سنة كاملة بتفرج على تمثيل أرمينيا أو يريفان أتكلم عن يريفان كمدينة مدينة جبلية طبيعة جبلية مفيش خط أفق دايما خط الأفق مقطوع بحاجة بتكوين معين التماثيل جزء أساسي فيه الأرمين مشهورين جدا بالنحط وفيهم فنانين كبار شفت بقى بجدا سريان أروتيونيان إيرفاند كوتشر مجموعة من الفنانين الكبار اللي عرفت أسميهم بعد كده كل ما شفت مثال ألف حواليه كأني بعمل طواف عشان أدور على اسم الفنان واشوف تاريخه بعد المروح بحيث أتعرف فرصة بقى أنا عارف أن أنا قاعد هنا سنة ففرصة أن أنا أتفرج على الفن الأرميني والنحط الأرميني وهم كانوا بينتموا للمدرسة السوفيتية هنيجي بعد كده بقى المدرسة السوفيتية والكلام عن الفن السوفيتي بيشغلوا مكانة كبيرة جدا في المدرسة السوفيتية دي أرمينيا تعرفت على فنان في أرمينيا نحاط جميل قوي كان خلني الأتليب بتاع عداني فرصة كبيرة أشتغل نحط فلاديمير تاتوسيان نحاط في ريفان أفتكر عنوانه أوليتسا كوميتاسا تريتس تشيست يعني شارع كوميتاس هم عندهم فنان كبير كوموزيتر يعني المسيقار ضخم عندهم اسمه كوميتاس ففي شارع متسمع لي اسم هذا المسيقار خدني الأتليب بتاعه وقداني كل الماتيريال فرحان بيه يعني واحد جاي من برا وفنان وشاب صغير وكده فطبعا حبي يوجب معايا اداني حجر اللي هو الحجر المشهور عندهم اسمه التوف زي عندنا كده في مصر الحجر الجيري بنبني منه بنعمل منه أرصفة وبننحط منه تماثيل وبنكسره في الجبل للمزنبين بيروح يشتغلوا هناك هناك حجر التوف اشتغلت التوف هو حجر دافي كده محمر جميل وطري عملت منه شغل عنده معرضته مارست التصوير الزيتي مدير الكلية أو عميد الكلية كان فنان كان بمارس الفن هو يعني هواية فشفني برسم وعملت معرض في الكلية الأول قال لي لا ده انت تيجي معايا بقى كان ياخدني بعربيته ونرسم جبل قرارات على بعد 15 كيلو من الجبل اللي هو الحدود الأرمينية التركية وعملت معرض تاني بعد برسمت مع الشخص ده الفنان الجميل ده في الجمعة ياريفان عاصمة أرمينيا وأكبر مدنها تقع على دفاف نهر عرزا أكبر أنهار أرمينيا وفي شمال ياريفان يقبع جبل أرارات البركاني مغطى بالثلوك راسخا ثابتا شاهدا على التاريخ الانجراد بقى والأسادزة الكبار لقيت نفسي في قتليه فنان أنيكوشن أحد تلاميذ الفنان هكون أحد تلاميذ الفنان أنيكوشن ميخايل كان سنتينيواتش أنيكوشن أنيكوشن الفنان العظيم بطل تحارسو فيتو حاز على علقاء كتيرة جدا وتمثيل بوشكن العظيمة ده مطحة الفن الروسي كده دوت ومدافع المدينة مدافع الانجراد له أعمال كتيرة جدا وكبيرة جدا وضخمة جدا أنيكوشن كنتش عارف اسمه قالوا لأنت حتكون في مرسم أنيكوشن أهلا منه سهل فتعلمت منه كتير الأجمل ما في هذه المرحلة أن أنا اتفاجئت بأن أنا مصري يعني اكتشفت مصريتي اكتشفت أن أنا بنتمي لحضارة عظيمة جدا الناس دي بتقدرها وبتنزر لنا بتقدير مرتبط بتقديرهم لهذه الحضارة أول حاجة لقيت تمثالين أبو الهول سفينكس قدام باب الأكاديمية دي حاجة سفينكس أبو الهول من محات الثالث اتنين كبار تمثالين كبار محطين بكتوب عليهم من تحت إهداء من حاكم مصر إلى كيسر روسيا ده حسيتني فيه اعتراف كبير جدا بالفن المصري تقدير كبير جدا له كل اللي قابلني ويعرف أن أنا المصري على طول اللي هو رابطني بالفرعوني فحسيتني أنا أنا كأني في اختبار كأني في امتحان أن أنا لازم أأدي أداء يخليهم يفضلوا يعملوا هذا الربط يعني أنا أنتمي إلى حضارة عايز أكون جدير بهذا الانتماء وده برضو خطة فيه نحن المصريين لما نخرج برة ليه بنتميز ليه بنتفوق لأن احنا بنلاقى نفسنا قدام ده يعني تتميز يا إما يعني تتنازل وما تقولش إنك مصري اليكوشن رغم أن شغله لا يمت للفن المصري بصلة بس كان بيشجعني أن أنا أبص لتقاليد الفن المصري والكلام اللي كنا بنسمعه من جمال عبد الحليم بالتحديد جمال عبد الحليم الفنان جمال عبد الحليم دكتور جمال عبد الحليم فنان جميلة تقاليد الفن المصري الأصيل تماسك الكتلة رزوخ الكتلة الفراغات القليلة خالص في الكتلة لأن ده مرتبط بفلسفة الخلود عند الفرعنا لقيت أني كوشن بيصح فيها ده يقول لي ما تنساش إن انت مصري احنا جدنا إغريقي انت جدك فرعوني ده ستايل فن وده ستايل تاني ده فلسفة فن وده فلسفة تانية فلسفة كنتم مصريين مرتبطة بالخلود الخلود يعني الكتلة الصلبة يعني الفراغات المحسوبة جدا ويستحب أنها تكون ممنوعة التكوين المتماسك التفاصيل القليلة ما فيش كسر الملابس بتاعت الإغريقي اللي هم كانوا يعني فلسفتهم اليومية والحياة اليومية والدنيوية فلسفة الفن المصري حياة أخروية تأثرت جدا بالمرحلة دي الحقيقة والإنجراد بقى والشوارع المرسومة المستقيمة المنحانية الإنجراد بقى وجمالها الحقيقة كان يعني الخروج للفصحة فيها في حد ذاته كأنك رايح متحف الكباري في اللي بتتفتح في الليل البيت ذكريات السكن الجامعي الأبشجيتي التابعة للأكاديمية الفنانين الكبار اللي كنا بندخل مراسمهم وقتلهاتهم الشباب الأجانب مجتمع الأجنبي المجتمع الدولي اللي كنا عايشين فيه من عام 86 لعام 92 من عام 85 كنت في يوريفان من 86 لينجراد حتى 92 دي قدام الأبشجيتي اللي عشت فيه 8 سنين أبشجيتي أكاديمية الفنون دي اللي فوق الباب على كون دي سكنة فيها ودي عربيتي بقى اللي كنت مع عمره وأتخيل أن أنا أخرج من الباب الأبشجيتي وأنا بدرس فيه ألاقي عربيتي واقف مستنياني في الغربة بقى والوحدة بقى والإحساس بالبعد عن الأهل والبعد عن الوطن في الوقت اللي ما كانش فيه وسائل اتصال يعني عشان أكتب جواب ويوصل ويتقري يمر 15-20 يوم وعشان أستلم الرد زيهم يعني شهر ونص على المعرف أن يجواب ووصل ويجين يرد مثلا إن احنا وصلت رسالتكم نحن بخير الميسج ده اللي انت النهاردة بتكتبه في أقل من جزء من الثانية كان بياخد معاه 40 يوم عشان يوصل له وعشان يجين يرد الإحساس بالغربة كان أوحش يعني إحساس بالوحشة كان أكبر بتغلب على ده إزاي؟ إحساسك بقى البرد إنت جاي من بلد حار شمس طول السنة حطيت قدام عيني أفق معين أعملت النفس إزاي خارط الطريق خدت سير أنا عايز أتفوق أنا عايز أتميز أنا عايز أكون عند الكلام اللي بيقولوا أسزتي الروسي أن أنت ابن حضارة كبيرة لازم أكون جدير بهذه الحضارة فحطيت نفسي في الشغل أرسم ومش مطلوب رسم كنت أخش برضو زا ما كان في فنون جميلة هنا وأخش أشوف فنانين كبار كنا نسمع عن أصناهم قبل ما نخشوا حمد نادا زكريا الزيني هنا كنت أخش قسم التصوير وأروح أرسم مع زمايلي في المناظر لاندسكيب لقيت نفسي بعمل ده في روسيا برضو بخش قسم التصوير وبروح أرسم معهم فرصة أن نستفيد من أستاذ الكبار اللي هما بدرسوا على ديهم وفي نفس الوقت فرصة أن أسقل نفسي على مستوى التصوير الزيتي اللي أنا بعد كده يعني هيمثل جزء كبير من الإبداع اللي أنا بقدمه بغير من معالجاتهم اللونية دخلت عالم اللون ده كان في روسيا بشكل كبير دخلت فيه في التصوير نلاقي فنان كأنه معجون بالألوان اللي هو بيشتغلها بالملامس الكثيفة جدا زي أي فنان تأثيري الهدف بقى كان من كل ده أن أنا أحول هذه المعاناة والإحساس بالغربة والوحدة والحنين وكل ده إلى طاقة إيجابية تدفعني للتميز علشان أكون عند المستوى اللي أستاذيتي الروس عاوزيني أكون عنده إن أنا ابن حضارة عظيمة لازم أكون قد هذه الكلمة إحنا كنا ابنة ربة مش بس في بين جدران الأكاديمية وبين وعلى يد الأساذة على يد كمان أعمال الفنانين الكبار يعني أنا في روسيا في مطحف الأرمتاج كان لأول مرة عينية تصافح أعمال الفنانين الأوروبيين الكبار اللي احنا قرنا عنهم في تاريخ الفن أو درسناهم في تاريخ الفن فان جوخ جوجان أوجسترودان ماتيس إدوارد مانيه أندري ديران بيكاسو الأسامي المشهورة دي أعمالهم كلهم موجودة في الأرمتاج زي ما هيعمالهم موجودة في متاحف أخرى في أسبانيا وفي فرنسا في جزء كبير من أعمالهم من مقتنيات الأرمتاج كنت أخش أشوف الأعمال دي وأقول الله إيه دا دا جوجان لمسة اللون خربشة الفرشة وهي بتمشي عكس اتجاه الشعر بتاعها على التوال محسوس في اللوحة اللايف مش محسوس في اللوحة المطبوعة في كتاب أنا شفتها في كتاب شفتها في قبل موات الفن اللي كان بيجيبها لنا جمال عبد الحليم وعادل شعبان وأحمد جاد الأسازة الكبار مع حفظ الألقاب طبعا أسازتنا كلهم على رأسنا طبعا لما خلصت أنا في روسيا ورجعت وتعينت رجلي ما تقطعتش عن روسيا الحقيقة لأن أنا ربطت نفسي بالبلد دي وربطت نفسي بثقافتها ولقيت إن أنا يتعين علي من وجبي إن أنا أقدم هذا الفن اللي أنا أعجبت به وتعلمت منه إلى جمهور المصريين وجمهور العرب بشكل عام الفن دا محتاجي يتكتب عنه مفيش حد كتاب عنه في العربي خالص أخذت على عاتقي هذه المهمة بدأت أكتب أبحاث في الفن الروسي أبحاث ترقية أنا مدرس لازم أترقى أستاذ مساعد بعدين لازم أترقى أستاذ كل خمس سنين في ترقية فأخذت هذا الماتيريال أو خط السير دا إن أنا أقدم الفن الروسي دي حاجة بتميزني وحاجة أنا مرشح ليها ومؤهل ليها من حيث إن أنا أعرف لغة هذا البلد اللغة المكتوب به كتب هناك وماتيريال دا وأعرف الفنانين اللي عملوا هذا الفن بعضهم كان أسابزتي فشايفوا كويس فخدت على عاتقي تقديم هذا الفن كنت بحلم وأنا بزور روسيا في المرات المتعاقبة زيارات المتعاقبة بعد ما خلصت دراستي بحلم إن أنا آجي روسيا ليست كزائر أو سائح ولكن كمقيم حتى إن أنا يعني أحصل على أكبر قدر ممكن من المتعة ومن التحصيل من جديد التحصيل بعقل الواعي التحصيل بعد الأربعين مدارك أوسع الرؤية أوسع الرغبة في العطاء فعايز أمتلك ما أعطيه أكتر وقد كان إن الأقدار من ناحية تانية بتتدفر حتى إن تؤدي بيه إلى إن ألاقي نفسي مستشار ثقافي في موسكو ثورة بتقوم في مصر أحداث بتتم في إعلان نازل مستشار ثقافي قدمت فيه على أمل إن يتقبل للمرة التانية لأن أقدمت في إعلان قبل كده ملحق ثقافي في أسبكستان لم يتم اختياري بكافح تاني بحارب تاني كنت أستاذ مساعد ساعتها بقوي أسلحتي بأخذ أستاذ درجة أستاذ بقيت أقدمية سنتين انطبق عليها الشروط من حيث السين من حيث المؤهلات إنترفيوهات بتتم فجأة كل اللي كان من طرف حد بيجي على جنب وفعلا بتتغير المنظومة وسيستم اختيار المستشارين وده أدى إلى أن أنا بكفائتي أطلع بدون وسطها الحمد لله ما عمري ما كان ليه وسط في لحظة ولا في مرحلة من حياتي بكفائتي بكتب اللي ألفتها بتمثيل اللي عملتها قبل مسافر كنت عامل محمود مختار في أسبكستان كنت عامل أنطون تشيخف في القاهرة كنت عامل السادات في العريش كنت عامل محمود باسيوني في الكلية كنت مطلع الجزئين الأول والتاني من المبسوعة كنت عامل أبحاث عن الفن الروسي كنت عامل سيفي ضخم في استضافة الوفود الروسية اللي بتيجي ووفود الدول اللي كانت أعضاء في التحالس الفيت زي أسبكستان كنت عامل سيفي كويس يعني الحقيقة رشحني لهذه الوظيفة وبدأت مرحلة جديدة في حياتي في موسكو كمستشار ثقافي وكمقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفنانين اللي هما بيزينوا الميادين والهيئات الحكومية والرسمية لما عملت تمثال المخمود المختار في أسبكستان وأول مرة أحط تمثال برة مصر ودي كانت بداية النحط الميداني الحقيقة عندي وأثناء تجوالي في موسكو لجمع المادة العلمية للموسوعة وكنتش أحلم أن أنا أكون أحد الفنانين اللي ليهم أعمال ممكن باحث يطوف حواليها زي ما أنا بطوف حوالينا تمثيل الروسية لجمع مادة علمية عنها ويصورها من كذا زاوية بحيث يختار الزاوية المناسبة وتبقى مادة علمية موضوعة في كتاب واكتوب عنها بشكل لقيت الفرصة قدامي مستشار ثقافي مقيم لي دور في الدعاية الثقافية لمصر في الخارج لقيت الفرصة أن أنا أستثمر إمكانياتي كنحات وأن أنا أقدم أعلام الثقافة المصرية للروس نحن عندنا أدباء ومفكرين وموسيقيين وفنانين كبار لا يقلوا عن الفنانين الروس اللي هي أقيمت لهم تماثيل في روسيا ذاته عندنا طه حسين عندنا العقاد وهذا ما يقلش برضو عن شلخف وعن طولستوي ونزي يعني ليه ملهمش تماثيل يعني ليه موجود تماثيل لأجانب في روسيا وما فيش تماثيل لمصريين معنى دي كان كلها تساؤلات وأنا بجمع المادة العلمية للموسوعة ألاقي تماثيل لطغور الشاعر الهندي الكبير غندي أدباء عالميين فيكتور هوجو نزي الفنانين الأدباء المصريين فينهم هما يعني هما ليه مجهولين في روسيا ليه الجمهور الروسية وش بتعرف عليهم وأنا كنت مؤمن بحاجة إن النحط في الميادين بيخلد اسم الشخصية اللي أقيمت لها التمثال على مدى أجيال وبيكون سبب لتعرف أجيال كتير حتيجي بهذه الشخصية بني خلدون ده واحد مؤسس علم الاجتماع ويمكن المواطن الروسي العادي ما يعرفوش أكيد المتخصص يعرفو درسو لكن المواطن العادي اللي بيخرج يتماشى في الحديقة مع طفله أخر النهار أو معدي من قدامه يعني إن يكون فيه تمثيل لهذه الشخصيات في روسيا ده أنا لقيته إن ده واجب قومي بقى هنا بيحتمه دوري كمستشار ثقافي جزء من مهامه الدعاية للثقافة المصرية يوازي الجزء الآخر أو الأول اللي هو رعاية البيعص التعليمي فبدأت أقوم بهذه العملية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنت على موعد مع القدر في نهاية عام 2011 تحل الزكرة المئة وعشرين لميلاد سيد درويش طيب سيد درويش عندنا حائز على لقب اسمه خالد الزكر سيد درويش ملحن النشيد الوطني القومي بتاعنا طيب ليه ما يكونش ليه تمثال في أحد الهيئات الحكومية مرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا عايزين نحتفل أنا بلاقي دي مبررات أو بوابات يمكن الدخول من خلالها للدعاية للثقافة المصرية تواجد للفن المصري شواهد دائمة تكون صديقة للمواطن الروسي تمثيل في أماكن نائية ما كنت سيهتم بالمكان وهي روسيا كلها أرض روسيا تفير موسكو كزان بيل جورد سان بيتربورج لقيت نفسي بحطة مثال التنطاوي وهو معلم اللغة العربية الأول في روسيا أيام القيصر وحائز على نوت من القيصر نوت كبير رفيع المستوى موسيقى كنت مواجهة عقب أن المكتب الثقافي ما فيهوش ميزانية تغطي هذه التنطاوي وليس من حقي أن أنا أصرف من ميزانية المبعوثين أو من ميزانية المصرفات الإدارية أو من أي من الأرصدة اللي هي للمكتب على هذه التنطاوي فكنت بالجأ لجيبي الخاص أن أنا أمول هذه التنطاوي وبفخر بذلك وبشرف بذلك أن أنا مولت هذه التنطاوي بذاتي كنت بعمل ده طائعا راغبا في نشر الثقافة المصرية كنت دايما أقول أنه التماثيل أطول عمرا من صانعيها وأطول عمرا ممن صنعت من أجله دي كلنا حنمشي كلنا حنروح وهتفضل التماثيل باقي موسيقى 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 وأيضاً سيقام تمثال لطاه حسين الأديب طاه حسين بالمناسبة يمر 40 عاماً على وفاته في عام 2013 في احتفالاً بكلتا المناسبتين مروا 40 عاماً على وفاته و70 عاماً على علاقات سيقام تمثال لطاه حسين في مدينة تفير سائل عربية رايح الكلية ماشي عد دائري مكالمة تلفونية وزارة الخارجية الروسية معك قالوا دكتور أسامة السيريو أيها يا فندم أنا معك وزارة الخارجية الروسية فكرت حد من أصدقائي بيهرج فقلت له فعلاً وزارة الخارجية طب انت مين بقى قال لي احنا فعلاً وزارة الخارجية الروسية حضرتك فلان أيها أنا قال طيب انت مرشح للحصول على ميداليا من الرئيس بوتين فعلاً اللي فعلاً قلت له طب لحظة بقى عشان نعرف اسمعك فرامل خدت جنب تفضل أنا معاك خير قال لي أنت أحد تمانية مرشحين للتكريم في يوم 4 نوفمبر كان 2016 وده ذكرى توحيد روسيا عيد قوم كبير في روسيا فأكلمني عن الميدالية قال لي دي ميدالية بوشكين تمنح بأمر رئيس الدولة للشخصيات التي لها إسهام كبير في عملية نشر الثقافة الروسية واللغة الروسية خارج حدود روسيا وتمنح بأمر رئيس الدولة ويقلدها رئيس الدولة يعني اللي بيسلمك إياها هو نفس رئيس الدولة فأنت جاهز نفسك للسفر في الوقت المناسب حتكون على اتصال خلال الأسبوع الجاي أنت حتكون معانا في موسكو موسيقى موسيقى أتنام بأمر رئيس بوتين بلدمر ولدمر ولدمروش Для меня это очень большая честь И гордиться целой жизнью Этим восстановлением И прогрессом Уважаемый господин президент Хочу Поблагодарить вас Усама Астеруит Разрешите Поблагодарить вас За высокую награду Медаль Пушкина Которая для меня является Это большой честью и гордостью И конечно благодаря Нашим друзьям Которые продвигают Русский язык Русскую культуру Во все страны мира Опираясь на Как раз те Его достоинства О которых сейчас Много было сказано награждено Большое вам спасибо За эту Отвиженческую работу Благодарю вас Благодарю вас Много من المشكلة الروسية لقهوده في تطوير العنقافية للدولتين والأعمال الفنية اللي خلت بيها الشخصيات للعمال الرفيعة الروسية التقافية وأيضا المصرية في روسيا تلسين مختلفة من العنقافيات المختلفة هيا ده كان تقدير كبير مش بس الدكتور السنوية مش بس الدكتور السنوية لأ ليه أنا كسفير والبعثة المصرية كلها والمصر كلها موسيقى نهضل الحق 18 فبراير دركت الحرانة السعشرة طرف الدنزل الحقير نهضل الاختص في هزمان نهضل الاختص حتى ننتصر على الطبيعة وأنا أؤكد أننا ننتصر على نفسنا موسيقى 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 كده اقدر اقول ان انا انتسرت على نفسي وانزلت الماية في اعز الشتا بس سباح البلد اشتركوا في القناة